الشيء اللي احنا بنتكلم عنه وبتكلم عنه الرقم القياسي بصراحة وجود يعني انت تتكلم على فريق الآن وصل 26 انتصار بعد انتصار ويحصلها في رقم ثاني برضو برضو انا معجبني اللي هو الواحد وعشرين كليشيت شوف أنا بالنسبة لي أنك لما تمشي مع فريق وتوصل فيه للانتصارات هذه هي القضية مية قضية فنية ربحته مية في المية هي القضية مع الطفرة الصلاة الفنية والتكتيكية تلاقي الفرق ممكن تجيب لاعبين وممكن تجيب تعزز لاعبينك وزي كذا هي القضية قضية وجود ما يصنع داخل العقول اللي كل يغفل عنها اللي هي القوة الذهنية لللاعبين هذا من قراتي انت ما تلاحظ انه خلال اربع مبارات وخمس مباريات وكأن البلايهي قالوا له هد اللعب البلايهي اول هو نجم الكاميرا لا مع التحكيم ولا مع اي خطط تلاقيه موجود ولا اي شيء ولكن يبدو ان احد استشعر ان اللي قاعد تسويه يا البلايهي ممكن يشتت الفريق ممكن ينرفز الفريق ممكن يصير فيه مثيرات خارجية على الفريق واحنا عندنا هدف اعلى لذلك اللي قاعد يصير في الهلال الان اللي هو يسمونه شغل على تحقيق الذات لللاعب الهلال انه بيغي يوصل للمستويات هذه ويبغي يوصل للبطولات والشغل الثاني اداء مهمة لان لما نتكلم على نقول انك تكون جزء من عائلة دائم نتكلم عنها لونه تكون جزء يخدم المجموعة على الان نادر الهلال لما جدت تتكلم عنه انا اتحدى احد يقول والله هذا اللاعب اذا ذهب هو المؤثر سيستم تشير اللاعب تحط بداها اللاعب انت بغت شان تعرف الهلال وقيمته شف الهلال اذا انقطعت من الكورة شف اللاعبين يتحرقون وشوف الفرق الثانية بس وقارن شوف كم يتحركينه وشوف كم يتحركينه وشوف الهلال اذا استلم الكورة وكمية الحركة داخل الملعب ذلك انا اكرر زي ما قلت فيه شي اسم القوة الذهنية عقلية الانتصار التركيز على الهدف كل هذه الاشياء مهم مصنوعة انا اتوقع انها من سنة واحدة لا طبعا بالتأكيد انها تراكمية لما يجا حتى في التعامل زي ما قال الماجد في التعامل مع الازمات في ادارة المباراة تتكلم على مدرب اسمه خسوس وقفت معها الادارة تتكلم كيف تم التعامل مع كبتن الفريق تم معاقبة كبتن الفريق ما فيه زي ما يقولون ديم ديم لا واضح ان العمل واحد فيه شخص واحد هو اللي يتحكم في الفريق اللي هو المدرب وهذا اللي اثبته وكم اخبار تجي والله سافيت صارت عنده مشكلة مش عارف ايش سلمان الفراد صارت عنده مشكلة كلهم مصطرة واحدة المدرب يبغى ينجح بالفريق هذا ويمكن يخسر لاعب يخرب عليه في غرفة ملابس بناء على جهد المجموعة اللي قاعد يسويه لها تراحة افضل نسخة عمل تراقمي مدرب كبير جدا جدا فرض سيطرته فرض افكاره اداره وقفت معه ووقفت في ظهره حتى في قراراته لذلك طبيعي جدا انه يوصل لمرحلة هذه واكرر من الاربع المتأهلين واقرب واحد انا اقول حتى يوصل للنهاية بناء على الظروف الموجودة وبناء على قوة ما شاء